بعدما يقرب من أسبوع على وفاته ودع البرازيليون أسطورة كرة القدم بيليه في مشهد ماهيب إلى مثواه الأخير فوسط مشاعر حزينة توافد البرازيليون من كل حدب وصوب فضلا عن شخصيات رياضية وسياسية بارزة إلى ملعب فيلا بيليميرو والذي شهد إقامة مراسم تشييع الجنازة وتقدم الجنازة الرئيس البرازيلي لويس ايناسيولا لادا سلفا كما قام الآلاف من المشجعين وكبار الشخصيات الكروية في مقدمتهم رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم السويسري جاني انفنتينو في إلقاء النظرة الأخيرة على نعش بيليه في الملعب نفسه الذي أذهل فيه العالم في بداياته مع ناديه الأشهر سانتوس وجاب موكب جنازة بيليه شوارع المدينة في طريقه إلى موقع الدفن بمقبرة ايكومانيكل ميموريال نيكروبلس حيث وار الثرى في مراسم خاصة وحرص محب اللاعب الراحل على قرية طبول وترديد الأهزيج والهتفات نصرة لنادي سانتوس ولي بيليه توفي بيليه الخميس الماضي عن عمر يناهز اثنين وثمانين عاما بعد معركة مع مرض السرطان وهو اللاعب الوحيد الذي فاز بكأس العالم ثلاث مرات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر